لأول مرة منذ العام 2016 يطالب عضو في مجلس النواب بتعديلات على قانون التقاعد والعودة إلى نظام التقاعد النسبي دون شرط العمر الذي يسمح للعمال بالتقاعد بمجرد إتمام 32 سنة في الخدمة دون انتظار بلوغ 60 سنة يتزامن ذلك مع مطالب المعارضة للحكومة بإيجاد حلول بديلة للعز المالي في صندوق المعاشات بدلا من حرمان العمال من حقوقهم حديث عن التقاعد النسبي هو لأنه مطلب نقابي مطلب عمالي مطلب اجتماعي أنه لابد أن نعطي الفرصة لهؤلاء حتى ينالون مظهرا من مظاهر الكرم والعزة من بين التعديلات التي جاءت في هذا القانون هو أنه كل سنة فوق 32 سنة حتى لا يضيع حق الأولين يعني كل سنة نعطيها 2.5% في معاش وتقاعد النسان المتقاعد مرور ثماني سنوات على تعليق نظام التقاعد النسبي لم يساهم في وقف المنح السلبي لصندوق التقاعد ولم يغير موقف الحكومة التي تقول أن الإجراء سيسهم مستقبلا في إعادة التوازن للصندوق الحكومة واقعية جدا في طرحها وتتبنى موقف يحافظ به يعني على الصندوق الوطني للتقاعد وعلى التوازنات المالية الكبرى وكذا على موضوع الدفع يعني مستحقات المتقاعدين العاديين وهذا الشيء كذلك نظرا لما سببه القانون قبل سنة 2015 من نزيف كبير للإطارات والعمال النقابات العمالية تطالب بتمرير التعديل في البرلمان لاستعادة ما تقول إنه مكساب تم التراجع عنه من طرف الحكومة ويبلغ عدد المتقاعدين في الجزائر حوالي 3 ملايين ونصف المليون يستفيدون من زيادات في المعاشات بشكل دوري ترفض الحكومة الجزائرية رفضا قاطعا العودة إلى نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن في المرحلة الحالية خصوصا أمام توصل العجز المالي في صندوق المعاشات الذي يقترب من 3 مليارات دولار ما يجعل أي تعديل على قانون التقاعد أمرا مستبعدا حسب مراقبين محمد برغل الحراء الجزائر